ليست هذه غارة جوية معادية إنها غارة من نوع آخر تحذر سكان القرى القريبة من حوض الزاب بعد امتلاء السد إلى ما يفوق قدرته الاستيعابية خشية حدوث فيضان وبالتالي زيادة المشكلات المتعلقة بالسيول التي تشتاح محافظات عديدة ورغم كل هذه الفيضانات يؤكد موقع المونيتور الأمريكي أن خطر الجفاف ما يزال قائما في العراق وتلك هي المفارقة العجيبة الموقعون قال في تقرير له عن المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب قوله إن الحكومة في بغداد طلبت من الجانب التركي البدء بملء سد أليسو إلا أنه لم يستجب لذلك الطلب بسبب مشاكل فنية لكن الوزارة بل والحكومة في بغداد لم تفكر منذ 16 عاما في بناء سد يستوعب المياه المهدرة والمؤذية في الوقت نفسه والاستفادة منها في موسم الجفاف الذي يتكرر كل صيف وحول العديد من الأراضي الزراعية إلى أراضي قاحلة أما من جهة إيران فإن طهران أوقفت أو خفضت مناسب 42 نهرا فرعيا تنبع من أراضيها وهي تعمل على إنشاء سدود جديدة على تلك الأنهر بلغ عددها حتى الآن 109 لتتحكم بكميات المياه الواردة إلى الأراضي العراقية بينما تفتحها في موسم الفيضان لتزيد من حجب المشكلة وتقف الحكومات المتعاقبة في بغداد متفرجة دون إيجاد حلول ناجعة ويولول نواب البرلمان كلما حصلت مشكلة تتعلق بالمياه ليقصر الأسباب على العوامل الخارجية دون النظر إلى حالة البطالة العمرانية في المشاريع التي يعيشها العراق منذ 2003 برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان قد حذر من موجة نزوح جديدة سيشهدها العراق بسبب أزمة المياه وموجة من التصحر التي ستضرب مناطق واسعة بينما نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن خبراء أن أزمة المياه يمكن أن تجبر أربعة ملايين عراقيين على الفرار من منازلهم ويرفع اتحاد الجمعيات الفلاحية في بغداد الأرقامة لتصل إلى سبعة ملايين من خمس محافظات عراقية هذا هو الحال في العراق سيول في الشتاء وجفاف في الصيف هل يوجد أوضح من مثل هذا المؤشر على الفشل والفساد وسوء الإدارة الذي طبع الواقع في العراق منذ 2003 ليتلاعب بمصائر أبنائه بعد أن بدد الثروات